أهلاً وسهلاً مشاهدينا مشاهدي قناة تحتوي في هذا البتن المباشر الجديد في طبيع الحال دائماً في إطار التفاعل مع فقرات ميراجان طانجالي الفيلم معنا في الموفيج والموتي الكبير التي تعيشناها بعد غياب طريس محمد نظيف أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً 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 على استخدامك فيلم كنتي له وأنا موجود موجود كمخرج موجود كمنتيج أخذوا لي هنا كمنتيج في المساكب الجديد اللي أمر مديراً بصحة قل ضروري كممتيل ولكن هذه ما كنتحكمش فيها لأنها ممكنش كفر دراسي على إنتاجات فيمكنوا له فيعتبرون مخرج ومنتيج كتاب شكراً 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 هذا أول فيلم طويل العمان بالطويرة كنا اشترمنا في آخر فيلم قصيره اللي هو فوغا مخجر اللي كان 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 تقريباً عشر سنين كان مرانايا حصلها مجموعة للجولئيز و تبدت في مجموعة للقناعات ما فيها فرانسيو ما فيها دوزام ما فيها كذي سايفون وهذه هذه بحل تتيملها الجريمة يعني في إطار عمله طويل أول فيلم قصير كيف يهدر عنه البطل كان طفل عنده سنوات وهذا يعني شاب يافع طويل و الأحداث فيلم جوج كنت تمر في الجاد و في صيف بجاد يعني فأناع العطلة هو فيلم شبابي ولكن كي 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 كيهضر بالأساس عن أن في أمل المغربة التي تدخلها في كل نهاية كي يكونوا نعيشين في فرنسا إلى أي حد أنه كيف يحسون موصولية مغربة و كيف يحسون مغربة رغم أنه مغربة أدوون لا تماما فصلا منسبة إلى واحد طفل عنده ثلاثة مغربة هذه القصة مقدرون دولة الإسقاط على المغرب على داخل الأسرة المغربية وتقريبا التلاقة هذه القصة هي ذاتية لأن المخرج كان كالأبديل ودخلوا بشكل نهاي المغرب و كانت عنده حتاش عائب و لم يقرأ العربية لم يقرأ ولكن لم يقرأ فكان ملزم أن يمشي الداخل يطي ولكن الصيف كان يقضيه بالجاد و مليوتي بالجاد و مليوتي بالجاد تماما تماما و بالجاد 40 درجة صعبة 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 أنا أتنسى لك هذا كان مكان الوحيد الجديد من غير هذا كان مقاسيب كامورتي وأميرة ل رشيد السديد و الآن نحضر الآن نحضر الفيلم الطويل الثالث كمخرج الذي سيصبح ربيع 2021 وهو اكتباس لرواية الفتحة المخرج و في نفس الوقت كان نطور أفلام مع مخرج الآخرين كممتيج و قريبا سيزل في قناة الأولى في الطويل الثاني اللي هو نساء الجنحجيم دائما واحد مجموعة للأفلام التي تساكد تقدمها مفعنات كل جمعة نعم أولا الفيلم نساء الجنحجيم اللي هو فيلم مهم طبيعا الحال في الموضع اليوم اجتماعية لا تنسوا لك أن تجملك هذا النساء الآن و ما رأيك في النقاش لدائر الآذة مدونة النساء ومدام عندك فيلم تحدث عن نساء ما نقول لك أستغل دائرة صغراء المجتمع المغربي ملاحظات عن المجتمع المغربي أنا في نظر كفنان يعني المجتمع المغربي يصبح برجل واحدة يعني لا تشوش لها إلا ترجل بنفس الأرض ف أنا من نفسك يأمن ومساوت بنا ومساوت مجتمع المغربي أنا كنقول خسر رجل من رأي في نفس مطلع لأن هناك تكامل مجتمع المغربي هناك بعض الحقوق وهناك في المغربي خسر 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 مجتمع المغربي خسر ما هو مستوى الدولي ومستوى المنطمة الدولية التي تحاول لأن لا نعرف الأمر فب nuances المرأة المرأة دولüne مغربي ف هناك إذا كنت الأمر هي لكن الامر بتكتبÜ الفيلم يطرح نقاش لأن الفيلم لا تهدر على الاكتئاب ولكن لا تهدر على الاكتئاب ولكن لا تهدر على الاكتئاب كاميرا الذي يقسم من سق أكثر من الرجال يهدر على المشاكل التي وصلت الشخصيات الرئيسية من الفيلم لأن الفيلم لا تهدر على الاكتئاب ولكن لا تهدر على الاكتئاب وهناك صداقة قوية من الربادية للشخصيات التي يضافروا جهودهم لتخلصهم المشاكل وهذا الشيء لكي يكون بأن الممار خصوصة نزاح حقوقها وهذا الشيء الذي تسمى الرجل فيها نعم نعم لأنك لا تهدر على المشاكل لا تهدر على الاكتئاب ولكن لا تهدر على الاكتئاب لا تهدر على المشاكل وهذا الشيء الذي يمكن أن تريد المعافة محمد النظيف بومتج و المخرج يقضي بشكل تاحael على المعافة محمد النظيف و المنتج وهذا الشيء الذي يتم تطيره أكثر و لا يقوم بعمل الكاميرا وحب اللول يعني تجربتي اللولة وتكوينيه هو ممتين لأن الناس بيكي سؤولوني لأنه كان فتلت نفتلت متين لأنه بحل المفرج يكون مسؤول على فريق الممتين يكون مسؤول على دوره يعني مركز عليها وتنبغيها دليل أولا كل الأسد لأنه الآن كنشتغلين مع نصدر الحلم لما زالي أنت ندروني وكيشورني ندرونيك كمممتين وكنشتغلك ممتين في إفلاميه لأنه ولا لا يوجد فرصة هناك فرصة لأنني نداء كذلك مخرجين على الأصدقاء لأنني مازال ممتين شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء في بات مباشرة أخر إن شاء الله